بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لو تأملت في الحياة لما خلق الله آدم أول مخلوق آدم عليه السلام من رفض أن يسجد له والشيطان لماذا رفض أن يسجد له أنا خير منه خلقتني وخلقته بذرة تكبر وحسد فحسد جعله رجيم وملعون إلى يوم الدين قتل قابيل وهبيل لماذا قتل قابيل هبيل لماذا لأن الله تقبل من 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 هبيل ولم يتقبل من قابيل فدخلت بذرة الحسد فكانت أول معصي ارتكبت في الجنة ما هي حسد وأول معصي ارتكبت على أرض الله ما هي الحسد والذي جرى بين إخوة يوسف ما هو الحسد فلا تستان بالحسد الحسد هو الذي يقتل ويدفع ويغتال ويسرق وكل فتنة تجدها بين رجلين اعلم أن ندافعها الحسد اعلم أن ندافعها الحسد لهذا الناجح يحسدونه الذي يرتقي في رزقه يحسدونه الذي يتزوج يحسدونه هذا رزق شوف الله عز وجل اختصر لك الحياة دائما لا أحد لا أنا ولا أنت نملك أرزاقنا الآن والله اختصر لك الأرزاق بآية قال الله فما الذين فضلوا ما معنى فما الذين فضلوا يعني أنا الذين جعلتهم ايه أغنياء الله عز وجل يخاطب الفقراء يقول للفقراء فما الذين فضلوا عن من يتكلم ها عن من عن الأغنياء فما الذين فضلوا براد رزقه بمعنى الله يقول لو أنا أغنيت رجل بقدري وأمرت أن فلان أن يكون غنيا لو أحرق كل يوم ما له سيبقى غنيا إلى قيام الساعة لأن من الذي يقدر هو الرزاق والله الذي بيده الرزق سبحانه قال فلان غني فهو لا يستطيع أن يكون فقير ونحن أول ما تنفخ فينا الروح ها في الشهر الرابع ينزي الملك أول شيء يكتب ما هو الرزق قبل عمرك أول شيء ماذا يكتب رزق رزقك مقدر ونحن أول شيء نتصارع عليه ما هو الرزق فكأننا فقدنا الثقة بالله والعياذ بالله رغم أن الله يقول الله ما يحتاج لقسم حتى نصدقه هل أنت تقول لحاكم اقسم ها لو حاكم وعدك وقال لك منزلا أو سيارة أو راتبا أو وظيفة هل تقول له احلف تقول له احلف حاكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيم يوم القيام ولهم عذاب أليم قال ملك كذاب لماذا لأنك ملك لماذا تكذب من تخشى فإذا قال لك الملك لك كذا هل تقول له احلف فالله عز وجل لما ذكر الرزق أقسم بنفسه حتى تطمئن أنت قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون هل اكتفى آه فورب السماء والأرض يقسم بذاته إنه لحق يعني أنا كلامي حق أن رزقكم عندي لا عند وسيم ولا عند فلان ولا عند فلان رزقكم أين عندي فورب السماء والأرض إنه لحق أي رزقكم عندي مثل ما أنكم تنطقون هل أنت تشك أنك تتكلم أنت هل تشك أنك تتكلم لما تدخل على زوجتك وتقول السلام عليكم هل تقول أنا تكلمت هل يوجد رجل يقول أنا تكلمت أو ما تكلمت ها يقين أني قلت السلام عليكم بل تشك أنت بالمستمع لا تشك بالناطق العرب حتى العرب تشك دائما بمن يستمع لا بمن نطق لأنها لا شك أنه تكلم فإن لم يسمع تقول ها ماذا قلت يجزم أنه تكلم فالله يقول لك كما أنك لا تشك أنك أنت من يتكلم يعني الآن أنا لا أتكلم هل أشك أن هناك أحد منكم يتكلم على لساني يتكلم بصوتي الله يقول كما أنك لا تشك أنك تتكلم فلا تشك به سبحانه لهذا الله عز وجل كل جل الآيات إنما هي عنصر اطمئنان لك أن رزقك لن يتفلت منك فماذا قال الشيطان يعدكم الفقر الله لم يعد أحد الفقر بل رزقك عندك بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرزق أشد طلبا للعبد من أجله ما معنى من أجله وش يعني الأجل موت الآن أنا وأنت نهرب من الموت أنا وأنت نهرب ما يوجد أحد يحب الموت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن منا لا يكره الموت يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقرها كلنا نكره الموت وكلنا نهرب من الموت إذا مرض تسعى للطبيب وتذهب للطبيب وتتعالج عند أفضل طبيب أليس كذلك إذا حصل في بلدك نكبة أو حرب أو مجاعة ماذا تفعل ها تهاجر إذا شعرت وجود زلازل براكين تذهب إلى الجمعيات وتتسلح بالأغذية فكلنا يهرب من الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يعطيك عنصر أمان يقول كما أنك تتهرب من الموت فرزقك أشد طلبا لك من الموت فاطمئن ها اطمئن كما أن الموت سيأتيك سيأتيك رزقك سيأتيك لكن هي المسألة ثقة بالله المسألة ماذا ثقة بالله تهاجر جذب ولكنIES تهاجر اشتركوا في القناة